بقي عندي قسط من الوقت وأنا تركته متعمداً أريد أن أجيب على سؤال على رسالة في الحقيقة هي مكالمة تليفونية اليوم قبل أن أدخل إلى الستوديو كان هناك شخص يحدثني عبر الموبايل من العراق وتحديداً من النجف فكان يشكو معاملة عائلته هو من عائلة متدينة وهذه المشكلة تنتشر في العوائل المتدينة من عائلة متدينة سيستانية هو يشكو من الأذى الذي يلحقونه به بسبب متابعته لبرامج قناة القمر هذه الحكاية موجودة في واقعنا الشيعي ليس في النجف فقط أسمع كثيراً من مثل هذا في النجف وغير النجف في العراق وغير العراق هنا في لندن وفي غير لندن حتى في بلاد أوروبا أسمع الكثير من هذا الكلام هناك بعض الأشخاص من العوائل المتدينة لأنهم يتابعون برامج قناة القمر وبالتحديد برامجي عوائلهم تحاربهم عوائلهم تضيق عليهم عوائلهم تصنع لهم المشاكل هذه القضية موجودة وربما البعض منكم ممن يشاهدني الآن هو مبتلاً بهذه القضية من الذكور ومن الإناث من الطرفين من الرجال ومن النساء من الكبار ومن الصغار فهذه القضية قضية موجودة قطعاً ليست خاصة ببرامجي هذا الصراع في العوائل المتدينة موجود مثلاً إذا كانت العائلة سيستانية وأحد أفرادها صار شرازية سيصبون جام غضبهم عليه وكذلك إذا كانت العائلة شرازية من أتباع صادق الشرازي من أتباع محمد الشرازي وأحد أفرادها صار سيستانية فإنهم كذلك سيصبون جام غضبهم على رأسه والقضية لا تختص بالسيستانيين والشرازيين إنما جئت بهذا مثالاً هذه القضية شغالة على طول الوقت أنا أتذكر أن أحد الشخصيات العلمية الذي صار مرجعاً بعد ذلك هو الإبن الأكبر لمرجع كبير في النجف وكان أبوه قتوفي وهو يعد نفسه للمرجعية بعد ذلك انتقل إلى إيران كان أحد أولاده من المعممين بسبب حضوره الدرس عند محمد باقر الصدر أرسل إليه أناساً غرباء ضربوه في الشارع بسطة و بسطة معدلة بالشارع بتعبيرنا العراقي نحن في العراق في كل الدول العربية البسطة يعني المتعة الراحة لكن في العراق البسطة يعني يشبع تنكتل بسطة و بسطة معدلة بالشارع أبوه وهذا ولده وما فعله شيئاً قبيحاً حضر درساً عند محمد باقر الصدر وخلافه مع محمد باقر الصدر ليس خلافاً فكرياً عقائدهم نفس الشيء مراجع النجف و كربلاء يشربون من نفس الآنية من نفس العيون الكدرة القذرة هذا حال علماء النجف هذا التحاسد والتنافس القذر فيما بينهم هناك تنافس قذر لا أعتقد أن تنافساً قذراً في العالم كالتنافس القذر بين مراجع النجف و كربلاء هناك تنافس قذر في العالم لكنني لا أعتقد أن تنافساً قذراً كقذارة تنافس مراجع النجف و كربلاء فيما بينهم فأرسل أناساً غرباء ضربوا ولده المعمم في الشارع و هذا الكلام في السبعينات في بدايات السبعينات نحن لا نتحدث عن أيامنا هذه في بدايات السبعينات في السبعينات معمم في الشارع و يضرب بمرأة من الناس بمنظر من الناس كل ذلك لأجل أن يردعه عن حضور درس عند محمد باقر الصدر لا لخلاف فكري إنها عملية تحاسد عملية الحسد و عملية المنافسة القذرة فيما بين أصحاب العمائم السوداء و البيضاء في النجف فهذا الصراع صراع موجود في العوائل المتدينة إذا ما اختلف أحد أفرادها في مذاق ديني في مشرب ديني فإنهم يصبون جام غضبهم عليه فكان هذا الأخ يشكو لي وهو إنسان محترم ما هو ب صغير السن هو كبير السن لا أريد أن أتحدث عن مواصفاته هو إنسان محترم فكان يشكو لي ويطلب حلا في الحقيقة إنني لا أملك حلا لو كنت أملك حلا لو وجدت حلا لمشاكل التي تصاحبني منذ أكثر من أربعين سنة فأنا في الحقيقة كنت مستعجلا لأن المكالمة كانت في وقت قريب لدخولي إلى السوديو قلت له سأجيبك عبر البث المباشر وهأني أجيبه عبر البث المباشر أقول له إذا كنت مقتنعا بما يطرح عبر قناة القمر الفضائية فاعرف من أنك لست من شيعة المراجع أهلك من شيعة المراجع أنت تقول من أن عائلتك سيستانية فأهلك من شيعة المراجع إذا اقتنعت بما يطرح عبر شاشة القمر فما أنت من شيعة المراجع نحن نزعم أننا لسنا من شيعة المراجع ونبرأ إلى إمام زماننا من التشيع لمراجع النجف وكربل نحن نزعم أننا من شيعة الحجة بن الحسن بنحو تقريبي ليس بنحو قطعي وليس بنحو كامل ما يُعرض عبر هذه الشاشة محاولة لمنهج أقارب فيه المنهج اليماني الذي هو أفضل المناهج زمان الغيبة الكبرى المنهج المنهج اليماني هو أفضل المناهج زمان الغيبة الكبرى وأعتقد أنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وأشبعته في الأجزاء الأولى وفي الحلقات الأولى في القسم الأول في الشطر الأول ماذا أقول من هذا البرنامج أعني برنامج الخاتمة لقد تحدثت عن المنهج اليماني وتحدثت عن أن الذي أطرحه في برامجي هو محاولة لطرح منهج مقارب من هذا المنهج فإذا كنت مقتنعا بما يطرح عبر هذه الشاشة فما أنت من شيعة المراجع أهلك من شيعة المراجع شيء طبيعي أن يصب جام غضبهم عليك بالضبط كعائلة وهابية خرج منها فرد من أفرادها وصارك شيعيا بأي عنوان من عناوين التشيع فإن العائلة الوهابية حينئذ ستصب جام غضبها على ذلك الفرد من أفرادها ما أنت كذلك الآن أنت خرجت من دين ودخلت في دين آخر أنت خرجت من تشيع ودخلت في تشيع آخر نحن نتحرك بعكس التيار هناك التيار السائد في الجو الشيعي هو التيار التشيع لمراجع النجف وكربلا نحن هنا في قناة القمر في هذا الطرح في هذه البرامج نتحرك بشكل معاكس ومضاد لهذا التيار الكبير في الواقع الشيعي نحن نتحرك بعكس التيار الذي يتحرك بعكس التيار إن كان قادرا على مواجهة هذا التيار الكبير فليستمر إذا لم يكن قادرا على مواجهة هذا التيار الكبير فلينسح فلينسح إذا لم يكن قادرا فإنه سيقع على وجهه في لحظة من اللحظات فاشلا مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يوقع شف على وجهه وإذا وقع منكفئا على وجهه فحينئذ لا يرى بعينيه سيتخيل أنه يرى بعينين في مؤخرة رأسه وهو لا يملك عينين في مؤخرة رأسه لكن سيخيل له هذا وحينئذ سيصدر أحكاما ويتبنى آراء ويقول ما يقول بجهل مركب وحماقة عيسى المسيح ليس قادرا على إشفائها هكذا قال من أنه هو يحيي الموت لكنه ليس قادرا على أن يحيي عقل الأحمق أن يحيي بصيرة الأحمق هذا سير بعكس التيار يحتاج إلى صبر يحتاج إلى مصابرة يحتاج إلى مرابطة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم وأعداء أعدائنا من هم من أبناء جلدتنا الإمام الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة ويقول هم أضر على شيعتنا على ضعفاء شيعتنا إنهم ضعفاء العقيدة ما هم ضعفاء المال أو ضعفاء البدن إنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء أعداء أعدائنا من أبناء جلدتنا من نفس واقعنا الديني يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم اصبروا على الالتزام بأحكام دينكم وصابروا أعداءكم صابروهم أنتم بحاجة إلى مصابرة ورابطوا رابطوا إمامكم رابطوا إمامكم إنها مرابطة الأحرار في فناء الحجة بن الحسن نذهب إلى فاصل هذا الطريق الذي هو معاكس لتياري التشييع للمراجع يحتاج إلى عقيدة سليمة والعقيدة السليمة إذا ما استقرت في العقل تحتاج إلى إكسير يمازجها في القلب وذلك الإكسير هو الحسين والحسين لا نستطيع أن نتواصل معه بشكل صحيح حتى نكون عارفين بحقه وأعتقد أن هذا البرنامج إنني أتحدث عن برنامج الخاتمة قد تكفل ببيان هذه الحقائق هذا طريق يحتاج إلى صبر إلى صبر واع لماذا نحتاج إلى صبر لأن العقيدة السليمة إذا مازجت القلب لن تستقر في القلب ولن تترجم إلى عمل من دون الإخلاص والإخلاص لا نستطيع أن نحافظ عليه صدقوني لا أنا ولا غيري لا نستطيع أن نكون مخلصين إلا إذا أحاط بنا البلاء إذا أحاط بنا البلاء نستطيع أن نحافظ على إخلاص نا والبلاء والابتلاء يحتاج إلى صبر هذه الحكاية من الآخر فمن يريد أن يستمر في هذا الطريق عليه أن يستعمل هذه الوصفة الكون مع صاحب الأمر يحتاج إلى عقيدة سليمة أن تستقر أولا في العقل أن تمازج القلب لم تمازج القلب من دون الحسين ولن تكون العلاقة سليمة مع الحسين من دون أن نعرف حقه من زار الحسين عارفا بحقه من خدم الحسين عارفا بحقه وهذا المعنى لن يترجم بعمل على أرض الواقع بإخلاص من دون أن يكضن البلاء لأننا من دون البلاء سنفقد إخلاصنا وهنا نحن بحاجة للصبر كي نتحمل البلاء هذه الخلطة الحقيقية لديننا إنني أحدثكم عن هذا البرنامج الذي أزعم أنه أقرب ما يكون إلى المنهج اليماني أقول هذا لأننا نسير في عكس التيار إذا افترضنا من أننا نسير مع التيار والتيار كله يسير بحسب المنهج الذي يريده محمد وآل محمد فإن الخلطة سيختلف تكوينها لكن الواقع هو هذا نحن نتحرك بعكس التيار نحتاج إلى هذه الوصفة لابد من البلاء والابتلاء والبلاء والابتلاء هو الذي يحافظ على إخلاصنا لا بد من ضيق مادي وإنني حين أتحدث عن الضيق المادي فإنه يختلف باختلاف الأشخاص أنا شخصيا لا أعاني من ضيق مادي في حياتي الشخصية لكنني أعاني من ضيق مادي في مشاريع عملي هذه القضية لازمتني طول حياتي وإلى هذه اللحظة ولا أعتقد أنها ستنفك عني ولست غير راض عن ذلك أبدا حينما أخطط لمشروع إنني لا أتحدث عن مشاريع شخصية أتحدث عن المشاريع التي تصب في برنامج إحياء أمر محمد وآل محمد أستطيع أن أجهز الأموال لهذا المشروع إن كانت من أموال الشخصية أو من أموال غيري ممن يساهم في هذا العمل أستطيع أن أجهز ربما ثمانين بالمئة وربما تسعين بالمئة وربما أكثر من تسعين بالمئة وأعجز عن إكمال البقية الباقية في بعض الأحيان الواحد بالمئة يكون صعبا إلى درجة هي أصعب بكثير من تهيئة التسعة وتسعين بالمئة هذه القضية أنا واكبتها طيلة حياتي وربما يوجد إنسان يعاني من ضيق مالي في شؤونه الشخصية المباشرة كل بحسبه الناس أرزاقها مختلفة مشاكلها مختلفة لكن الضيق المادية جزء ملازم لهذا الطريق كل بحسبه هناك ضيق مادي إما على طول الخط إما في مراحل متقطعة بالنتيجة الضيق المادي وهذا الكلام لا أقوله عن تجربة فقط الحديث أهل البيت أنا لا أملك وقتا كي أدخل في التنظير هناك الضيق المادي وهناك الخوف لا بد من الخوف في هذا الطريق أذكركم ببيت يحدثنا عن واقع وعن ثقافة عقائدية لدعب الخزاع في تائيته وقد قال هذا البيت بين يدي الإمام الرضا والإمام أجابه على بيته هذا بدعاء دعا له به دعب يقول لقد لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي فقال له الإمام الرضا آمن كالله يوم الفزع الأكبر دعب كان في ذلك الوقت آمنا في زمان المأمون حينما كان الإمام الرضا في طوس الأوضاع السياسية والأمنية كانت مريحة إلى حد ما بالنسبة للعلويين والشيعة لكن دعبل يتحدث عن خوف مستمر ليس بالضرورة أن يكون خوفا على الحياة من ظالم من قاتل ليس بالضرورة أن يكون خوفا من مرض أن يكون خوفا من فقر هناك خوف قد يكون على الحياة قد يكون من الفقر قد يكون من المرض قد يكون من أمور اجتماعية مختلفة قد يكون من مستقبل مخيف قد يكون من فشل في العمل هناك خوف أسبابه تنشأ من هذا السير المعاكس للتيار القوي وللتيار الحاكم نذهب إلى فاصل وهناك معادات الناس هناك ضيق مالي هناك خوف وهناك معادات الناس وقت الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا وهذا حديث طويل لكن البلاء يساعدنا على أن نحافظ على إخلاصنا والبلاء يحتاج إلى الصبر والصبر مر ما هو بحلو الذي يستطيع أن يهيئ هذه الوصفة فليقل يا زهراء وليدخل في هذا الاتجاه المعاكس لهذا التيار الظالم والضال إنه تيار التشيع للمراجع بمراجعه وبمقلدهم هذا هو واقعنا الشيعي المرير وأقول للأخ العزيز الذي شكى لما شكى سأعود إليك عبر التليفون أو عبر الشاشة هذه كي أكمل حديثي زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي زهرائيون